يوم 18 نوفمبر سنة 97 الرئيس مبارك وصل اللقصر بعد يوم من مسبحة الدير البحري اللي تقتل فيها 3 مصريين و 58 من السياح الأجانب على إيد الإرهابيين كل رجال الدولة كانوا مستنيين مبارك قدام معبد حتش بسود لكن موكب الرئيس وقف فجأة قبل مدخل المعبد بحوالي 300 متر نزل مبارك من العربية اللي كان سيئها بنفسه وأول ما نزل لقى قدامه مساعد وزير الداخلية وكان اسمه اللي ورده ومن غير مقدمات سألوا ايه اللي حصل اللي ورده رد هم جون من هنا يا فندم وشاور بإيده على التل اللي وراء معبد حتش بسود مبارك فهم اللي مساعد الوزير عايز يوصله وهو إن الهجوم حصل من وراء يعني مفاجئ لقوات الأمن وعشان كده أول ما جي كمل كلامه لقى الرئيس مبارك بيقوله استنى يا رده وسأل اللي وقفين حد فيكم كان موجود وشاف اللي بيقول عليه واحد رده قال أنا يا فندم مسؤول الإسعاف وجيت هنا بعد سبع دقايق من الهجوم مبارك رد بسرعة لا أنا بسأل عن اللي كانوا موجودين ساعة الهجوم وتفاجئ الكل بصوت جاي من بعيد بيقول أنا يا باشا أنا موجود هنا من الأول وشفت كل حاجة مبارك قال للحرس هتوه الرجل وقف قدام مبارك اللي سأله شفت إيه؟ رد يا باشا هم مجم من هنا مطرح مسيات تكواقف وكانوا راكبين عربية بجو سبع راكب وضربوا نار على الصول بتاع شرطة السياحة وبتاع مصلحة الأسار وموتوهم وبعدين جريوا ناحية المعبد ودخلوا جوه موتوا السياح ومعنى كده إنهم مجوش من التل مبارك معلاش وبص المساعد وزير الداخلية وقال له وبعدين يا رضا حصل إيه؟ رد عليه وقال يا فندم المجرمين خرجوا من المعبد وطلعوا من التل وكانوا عاوزين يروحوا هذه الملكات عشان يقتلوا مجموعة كمان من السياح مبارك أطعو سأل فين بتاع الإسعاف؟ من دوب الإسعاف رد؟ أنا هنا سيادتك الرئيس سأله شفت إيه؟ الراجل قال لأ سيادتك هما ما طلعوش زي الباشا ما بيقول هما جم من هنا في مكان انتظار الأوتوبيسات وكان الأوتوبيس بتاع الفوج السياحي اللي تقتل واقف طلعوا هددوا السواق وطلبوا منه ياخدهم ودي الملكات بس السواق كان عارف إن فيه فوج سياحي هناك فمشي بيهم عكس الطريق لكن واد فيهم حس إن السواق ماشي غلط فضربوا نار والسواق عمل نفسه مات هما نزلوا ومشوا على رجليهم مبارك رجع تاني لبتاع الأمن وسألوا وبعضين حصل إيه؟ وبرغم إن مساعد الوزير كان متأكد إن مبارك مش مصدق ولا كلمة من اللي بيقولها لكن اضطر يكمل كلامه وقال وبعضين سيادتك لما نزلوا من الأوتوبيس ومشوا على رجليهم قابلهم ظابط ومع مجموعة عساكر وتعامل معاهم الرئيس سأله والظابط ده قابلهم فين؟ رد قابلهم عند أول طريق المعبد وهنا مبارك انفعل جدا وقال له يعني أقرب قوة شرطة كانت في أول الطريق؟ يعني كل المكان ده ما فيهو الشرطة خالص؟ وفي عز انفعاله بص لقى وزير الداخلية حسن الألفي في وشه فقال له أما الفين للستراتيجيات والخطط الأمنية اللي كنا بنسمع عنها؟ المكان ده كله ما فيهو الشرطة وانت قاعد في القاهرة بس؟ طب خليك بقى قاعد في القاهرة وبعد ساعات أقيل الوزير حسن الألفي بشكل رسمي وتعين اللوح حبيب العدلي ووزير داخلية ترجمة نانسي قنع